ينضم إلينا الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني أهلا بك يا فندم عبر الشيطان أهلا بك سهلا بك فندم أهلا وسهلا تشرفنا أهلا وسهلا بحضرتك إذن قرارات في غاية الأهمية اليوم من الدولة المصرية ومن البنك المركزي نتحدث عن الإفراج عن البضائع والتي سيشرف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي غدا عليها وأيضا رفع الفائدة بنسبة 6% والتسعير العادل للسعر الجنيه يعني كيف تبعت هذه القرارات وانعكستها على الاقتصاد والوطن والمواطن وأسعار السوق وأيضا إلى أي مدى هذه القرارات يمكن أن تقلل من الضغط على الجنيه المصري بعد هذه الانفراجة فلين نقوله نشهد لأول مرة في تاريخ مصري يوم 6-23-24 نحن كده نقدر نقول كتبنا شهادة وفاة السوق السوداء في مصر للأبد هنقدر نقوله أن الثقة في الاستثمار في مصر هترجع بالحجم اللي مفروض تكون عليه هنقول المستثمر الأجنابي هيبع عنده إليها شديدة جداً وهو بيدخل فلوسه في دولة معمول لها بنية تحتية كبيرة وهو مناخ استثماري واعد زي مصر مش هبع عنده أي إشكالية خالص إنه يبعد مليارات الدولارات أو مليون الدولارات حتى لمصر وهو بسعرها الحقيقي بالنسبة له مش بيخش خسران 50% قبل ما يبدأ وده اللي كان عامل إحجام كبير جداً من الاستثمار الأجنابي بشر نيجي احنا اللي بنتكلم فيه النهاردة الحقيقة يعني جرات طبعاً تاريخية وجرأة شديدة جداً وأحسن البنك المركدي لأول مرة بالنسبة لي منذ عقود طويلة فهم ياخد قرار حقيقي منضابط يحط السوق في آلياته الطبيعية لازم معارفين أن ده نعكاسه على السوق ومش بس للاستثمار لأ كمان على المواطن طبعاً أنه لما رفع سعر الفايدة كمان ست درجات ده حيخلينا إحنا نقدر لقول للتضخم لازم حيقل لازم حيقل لازم حيقل مش كلام يعني إحنا بنتكلم على سيطرة على الأسعار السوق السوداء بننهيها النهاردة بنتكلم على سيطرة حقيقية على السوق السلع والخدمات بنتكلم على رئيس وزراء بيعلم بشكل مباشر إشرافه التام على الإفراج على السلع الكبركية بقاش عنده إشكالية إشكالته في توفر الدولار النهاردة فوراً كده الكلام اللي إحنا نقوله ده كاتصاديين هو ده كلام ما إحنا كماتصاديين محليين بنحاول ندعم بلدنا؟ لا ده كلام صندوق النقاد الدولي صندوق النقاد الدولي النهاردة فور إصدار هذه القراط الحسيمة وقع لثمانية مليار دولار فجأة بعد ما كنا بنحاول ونفاوضه على ثلاثة يعني كنا بنفاوضه بأن شهور طويلة على ثلاثة مليار دولار النهاردة بدينا ثمانية مليار عادي جداً ويسمح لنا نتعامل مع الشرقاء الدوليين في البنك الدولي اللي مزيد من أكرد المبسرة طويلة الأجل اللي حتخل البنك المركزي رصيد وزيد ومن ثم سيادتك والمواطن مصري حيشهد بشكل مباشر جداً ومتدرك طبعاً نزول حقيقي للدولار وينزل بقى للمستوى اللي المفروض يكون عليه بس يكون أضماء على سوء السادي نعم أنا بشكرك شكراً يا جزينا الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني ترجمة نانسي قنقر